السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الفيديو سأقوم بشرح لكم كيفية زيادة حجم الرام الخاصة بهواتفكم على اندرويد عبر هذا البرنامج الذي ترونه أمامكم سيمكنكم من زيادة حجم الرام إلى أي ذاكرة تودونه فمثلا إذا كانت لديك مثلا 1 جيجا بالرام ستصبح ما ستعلن لديك 2 جيجا أو 3 أو 4 أولا للإشارة إذا كنت متابعي الجدد وتود فيديوهات جديدة وحصري للقناة لا تنسى النقر البسيط على زر اشتراك أو subscribe ليصلك جديد فيديوهاتنا أولا تذهب بكلاردة إلى جوجل بلاي متجر جوجل بلاي شموما تكتب memory info swap check بعد كتابتي على جوجل بلاي وتحميلي وتتبيتي تقوم بالنقر عليه إذا جاءك هذه الأشياء يعني بها بعض الصعوبة سوف أضع لك أعفوا سوف أضع لك رابط تحميل أسفل الفيديو في description أولا هذا البرنامج يحتاج صلاحية روت إذا لم يكن هاتفك به روت فلن يعمل معك أخي ولكن سوف أضع لك أسفل الفيديو كيفية عمل روت لهاتفك الاندرويد أولا تضغط على memory info swap check يعني أولا بعد قيامك بعملية روت ستضغط إلى تذهب إلى king root أو سيبريسيو على حسب هاتفك كيفية يعني قمشى بعمل روت له ثم تضغط على king root ثم root authorization كما تلاحظون معي memory info swap check and low يعني أنا أعطيه صلاحية الروت ثم تخرج ثم تضغط عليه سوف يعمل معك بشكل أجل نعم هنا هذه البرنامج يعني يعطيك أوك يعطيك مثلا اسم الموديل الخاص به هاتفك يعني مثلا إندي سامسونج هاتفك كما تلاحظون كما تلاحظون وانه مثلا الفيرجان الخاص بالاندرويد لديه والسي بيو مع اسمه msd speak عفوا أولا ثم بعد ذلك يعني كل هذا تختار star ram expander text testher يعني تقوم بتحميل أيضا هذا البرنامج اسمه ram ram manager free هذا البرنامج هو شيء شو بسيطة هو يقومها يعني ب test فقط ولكن أهم برنامج هو memory info تضغط عليه star ثم تختار الذاكرة يعني التي تود قيام يعني أخذ طرف منها وتحويله إلى ram مثلا سأختار مثلا هذه المرام ثم سيقوم بعمل creating swap test ثم بعد ذلك يعني ستحول ذاكرة توقفوا إلى رام خاصة ب هاتفك الاندرويد وزيادتي على الرام الأصلية أتمنى من سبيب القلب أن تنال هذه الحلقة إجابكم وإذا كنت متابع الجدود لا تنسى نقرأ على زر اشتراك ليسلك فيديوهاتنا وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله